موسيقى موسيقى حياكم الله من جديد تعد لحوم والدواجن من اللحوم الأكثر استهلاكاً في المملكة ويعد قطاع صناعتها والاستثمار فيها من القطاعات الحيوية المهمة لأن المملكة تهديف لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن إلى 80% بحلول العام 2025 كمرحلة أولى لتحقيق الأمل الغذائي في هذه الفقرة نسلط الضوء على أبرز كواليس هذا النشاط من ناحية صحية مع ضيفنا وضيفكم الدكتور علي الجاسم المشرف على الرقابة على مشاريع الدواجن بوزارة البيئة والمياه والزراحة حياك الله من الدكتور الله يحييك شكرا لك بلدعوة وحضر الله يحييك الله يسلم الله يحييك خليني بالبداية أتكلم عن مشاريع الدواجن اليوم الموجودة لدينا قبل أن ندخل في تفاصيل يمكن الجانب الصحي فيها كم نسبة الاكتفاء حاليا عندنا من الدواجن؟ حدد المصانع؟ حدد العاملين فيها؟ طيب في البداية خليني أشير لك لأن صناعة الدواجن خلال العشرين سنة الماضية تطورت بشكل ملحوظ في المملكة في السابق كنا نتحدث عن نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 43% اليوم نتكلم عن إنتاج أكثر من مليار دجاجة سنويا بما نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 68% ومثل ما تفضلت المأمول بحول الله وقوة الوصول لنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 80% بحلول 20-25 بإذن الله الوزارة الحقيقة هناك أكثر من 600 مشروع مرخص يتم الإشراف ومتابعته من قبل مراقبين الوزارة في مختلف مناطق المملكة الوزارة أيضا أصدرت الحقيقة العديد من التنظيمات والتشريعات المنظمة لقطاع صناعة الدواجن في المملكة نشوف أنه أصدرت دليل تنظيمي لإجراءات الأمن الحيوي هناك تعميم وتنظيمات تشريعات تصدرها الوزارة تتوافق مع الممارسات الدولية والعالمية تتطابق أيضا مع المواصفات القياسية السعودية والخليجية كذلك الوزارة ألزمت كافة مشاريع الدواجن مؤخرا بتطبيق معايير سعودي قابس والحقيقة أيضا للوزارة حاليا تعكف على أنه تفرض الزام نفس هذه الإجراءات على المصدرين منتجات الدواجن لمملكة لتحقيق العدالة التنافسية وتحسين المنتجات والجودة والشفافية قلت أنه اليوم نحن وصلنا إلى نسبة 68% في الاتفاة ذاته هذا معناته أنه عندنا يمكن 32% هذه نسبة تجيب من خارج المملكة كاستيرات صحيح ما أقلب مناطق العالمة التي نستورد من هذا الدجاج؟ الحقيقة دول كثيرة نستورد منها يمكن أبرز الدول نستورد منها هي البرازيل أوكرانيا نستورد منها يمكننا الآن نخفض الإنتاج من استيراد منها أمريكيا فرنسا هي أكثر الدول نستورد منها منتجات الدواجن نتكلم عن نفس المعايير المطبقة عندنا هي نفس المعايير المطبقة؟ الآن جلسة نفرض عليها أن تكون نفس المطبقة في حال ما التزموا؟ راح يتم نيقاف طبعا والبحث عن بداء نعم ونحن الآن نسعى لارتفاع هذا النسب أنت لم أقلت لك نحن الآن نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي طبعا من بيض المائدة نحن حققنا الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة ولكن متبقي علينا إن شاء الله كم انتاجنا من بيض المائدة؟ عندنا مليار دجاجة عندنا أكثر من مليار ونصف بيضة سنويا تنتج في المملكة مقابل مليار دجاجة سنويا نعم وهذا الرقم مرشح طبعا الارتفاع في خمسة بكل تأكيد بكل تأكيد السؤال الأهم اليوم دائما ما تعود هذه الشائعة ولا تنفك أن تتكرر أن الدجاج فيه هرمونات هرمونات مضرة وخصوصا الدجاج للأحجام الكبيرة هذا المفهوم السائد عند الناس إلى أي مدى هالكلام دقيق؟ خليني أقول لك أنه فعلا ارتبط هذا المفهوم في عدهان الناس منذ فترة طويلة ونشوف أن هذا المفهوم وصل للناس من باب المقارنة ما بين الدجاج البلدي والدجاج التجاري فالناس تقارن البطء النمو في الدجاج البلدي مقارنة بسرعة النمو في الدجاج التجاري طبعا أكد لك أنه استخدام الحرمونات محظور استخدامه في المملكة نهائيا وليس فقط أن نكبر على مستوى العالم استخدام الحرمونات محظور بشكل تام وأعتقد أن هذه التهمة أنصقت بصناعة الدواجن وظلمت الصناعة الحاصل الفعلي فعلا أن الدجاج يكبر ونشوفه بسرعة النمو هذا عائدة إلى عدة عوامل لعل أبرزها هي عملية الانتخاب والاختيار التي تتم لهذه السلالات تتم بشكل دقيق جدا الشركات تعمل على انتخاب أفضل السلالات العالمية وأفضل الصفات خلينا أقول لك مثل الصفة أن تكون السلالات مقاومة للأمراض السلالات تكون عندها سرعة وقدر على التحويل الغذائي تستهلك علف وتحولها إلى زيادة في الوزن يمكن هذه أحد أهم من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار هذه الشعانة وهل هذه الأسباب التي ذكرتها هي محفزات للنمو للدجاج التجاري أكثر من الدجاج المحلي شوف الانتخاب هذا عامل أول التغذية عامل ثاني مهم جدا المراسات الغذائية التي تتم داخل مشاريع الدواجن هذا عامل جدا أنت اليوم لو تقارن التغذية في الدجاج البلدي مع التغذية في التجاري الدجاج البلدي ممكن اليوم يتغذى في المرأة وجد حشائش بكرة قنية بمصادر مثلا الفيتامينات والمعادن لكنها تفتق للبروتين الدجاج التجاري لا يغذى على عليقة متوازنة من الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات والبروتينة والطاقة فالتغذية مهمة جدا العامل الآخر هي عملية الرعاية التي تتم في مشاريع التجارية اليوم الدجاج البلدي تعرض إلى إجهاد حراري اليوم ترتفع درس الحرارة بكرة تنزل درس الحرارة بينما لا في حضائر الدجاج التجاري درسة الحرارة وأنظمة الرعاية دقيقة جدا داخل مشاريع الدواجن فالعوامل اللي موجودة اليوم في الدجاج التجاري مختلفة تماما عن الدجاج جدا جدا فلذلك احنا يشوف الفرد اليوم هذا فيما يتعلق من مصانع المحلية اللي داخل المملكة والأكيد لكم يعني نشاط رقابي صارم عليها كما تفضل لكن ماذا عن المستورة؟ أنا عارف أنه يطبق معايير وانت قلت قبل شوي أنه يفرض عليهم معايير لكن كيف تتأكد اليوم الوزارة أنه هذا الدجاج أثناء مرحلة مرحلة التسميين والتربية كيف تتأكدوا أنه لم يمر بمراحل تعرض فيها لهرمونات؟ الوزارة يعني دورها الإشراف على مشاريع الدواجن داخل المملكة ولكن أؤكد لك أن هناك جهات أخرى في المملكة تقوم بالإشراف على المشاريع هذه والشركات المصدرة لمنتجاتها داخل المملكة فطبعا هناك زيارات دورية وهناك أيضا مراكز في الدول هذه تشرف على الرقابة على هذه المشاريع فجهات الرقابية هنا في الوزارة تعمل زيارات دورية لهذه المشاريع حسب الطلاع ومعرفتها لها لكن هي جهات أخرى ليست تابعة للوزارة تقوم بالإشراف بعيدا عن الهرمونات هل هناك مواد أخرى اليوم يغذى فيها الدجاج يمكن أن تكون مضرة على المدى البعيد للشخص نعم بكل تأكيد الأسف الشديد أنه أيضا ضمن المعرسات السيئة الممكن تمارس في مشاريع الدواجن واستخدام مضادات الحيوية بهدف تحفيز مضادات الحيوية نعم مضادات الحيوية ولذلك هذا الموضوع جدا مهم وأصبح تسليط الضوء عليه في الفترة الأخيرة ليس سيئة؟ المضادات الحيوية هي المعالجة مشكلة معي نعم خلينا وضع لك نقطة أنه الطيور هي حيوانات تتعرض الأمراض وبالتالي منطلق إنساني وديني أيضا لا بد أن يتم معالجتها ولكن للأسف أن هناك بعض المرسات الخاطئة تتم أنه يستخدم بعض المضادات الحيوية لتحفيز النمو هذه يمكن رقابتها من خلال التأكد واخذ عينات دورية من المشاريع وفحصها والتأكد منها ضرر هذه المضادات الحيوية وبقاها في جسم الطائر إلى فترة الذبح ممكن أن تؤدي إلى مقاومة مايكروبية في البشر طبعا وهذا من المساوى التي ممكن تهدد الصحة للإنسان هذه المقاومة ممكن تنتقل إلى الإنسان منتجي الدواجن عندنا اليوم تحدث عن مصانع لكن هناك صغار مزارعين ومزارعين ممكن متوسطين لنتجون هذه الدواجن هل يخضعون لنفس المعايير التي تخضع على المصانع؟ ما في شك أنه كل هذه الإجراءات والمعايير التي تخضع لها الشركات الكبيرة تخضع لها المزارع الصغيرة كلها اليوم هناك تقدم في الصناعة بسبب تطبيقنا على المساواة في تطبيق المعايير فاليوم بالعكس كل الشركات اليوم في تقدم وفي نمو كبير وفي زيارة في الأنتاجية فنحن متوجهين لله الحمد إلى تطور في صناعة الدواجن وتقدم ملحوظ الأسبوع الماضي كنا في حديث مع هذا الضيوف عن موضوع دعم الزراعة المحلية بكفة أشكالها من بينها زراعة الدواجن وكنا نتحدث عن اللحوم المستوردة وتحديد المستخدمة في المحال والمطاعم التجارية وأنه ليش ما تكون أولوية إذا جازلنا تسميتها المحتوى المحلي سواء الدجاجة وخضارة وزراعة أو أي أن كان وأتكلم عن الدجاجة بحكم الاختصاص ليش ما يكون في تحفيز اليوم للمحال التجارية لاستخدام الدجاج المحلي سواء البلدي أو حتى التجاري ونخفض هذه النسبة التي تكلمت عليها قبل شوية هي 32% إلى أقل من ذلك الحقيقة الوزارة تعمل على هذا المبدأ ويمكن هناك لقاءات دورية تقوم فيها الوزارة مع المصنعين وأصحاب المطاعم الكبيرة لتحفيزهم على الاستهلاك واستخدام المنتج المحلي هناك بعض التحديات التي الوزارة الآن تعمل على أنها تكون تطللها لأصحاب المطاعم وأصحاب الشركات هذه حاليا قد يكون أبرز الأمور هذه اللي هو التكلفة السعرية للمستورد منخفض جدا مقابل ليش خلينا أقول لك العامل الرئيسي يعني فيه نقل وفيه تأمين وقصة طويلة نعم هو أقل بعد ليش هو ما فيه شك أنه نسبة الأعلاف اللي تستخدم إحنا بلد نستورد الأعلاف الأعلاف في الدواجن تشكل ما نسبته من 60% إلى 65% من التكلفة الإجمالية للدجاج اللاحي كمدخل كمدخل نعم هذا تحدي كبير حقيقا يواجه المنتجين الدواجن داخل المملكة الوزارة تحاول أن يتقلص الفجوة ما بيننا وبين الموردين وإن شاء الله ما أشي في الاتجاه الصحي هذا الأمر جيد لو أنا كمستهلك اليوم وبختار نوع الدجاج اللي أتغذى عليها نوعائلتي كيف أعرف أن هذا المنتج هو الأفضل؟ بداية نحن كمستهلكين لابد أن نحرص على أن نستهلك الدجاج أو نشتري الدجاج من مصادر موثوقة من مراكز تجارية موثوقة نتأكد أنه كافة البيانات مدونة على عبوة المنتج نحرص أن نأخذ الدجاج دائما من الثلاجات أو البردات التي تكون درجة الحرارة ما بين صفر إلى الأربع درجات مووية إذا كنت أنا راح أستهلك دجاج مبرد وفي حال استلاك الدجاج المجمد أتأكد أن درجة الحرارة الحفظ كانت ما بين مينس 18 درجة مووية نحاول دائما نختار الدجاج اللي يكون ما عليه أي تغير في اللون أي رائحة كذلك نحرص دائما نحن نبحث عن الدجاج اللي يكون شوية كبير في الحجم نبتر شوية عن الصغير في الحجم مستصحة شوية يه تقريبا نعم نعم كل تأكيد يمكن هذه أبرز العوامل اللي نحن نحرص عليها أثناء شرعنا للمنتج من المحال التجاري في السابق ويمكن كثير من الناس يذكر كان في محلات صغيرة موجودة في كل رجعة المملكة لشركتين وثلاث شركات معينة كنت أخذ في منها الدجاج الحي ويدخل الدجاجة في تيك الآلة ويقصها تنتفها ويعطيك الدجاجة ننتفها بحي يعني خلص جاهزة لأنك تأخذها والبعض كان يرى أنه هذه يعني طريقة أنظف وأسلم وآمن وأنه يشوف الدجاجة بعينها يعني ويشوف ذبحها بعينها ويأخذها برضو على ما يقولون فريش ليش توقفت؟ يمكن أحد الأسباب التي تهجد صناعة الدواجن انتشار الأمراض الوبائية ولعل هذا السبب الرئيسي الذي دفعنا في المملكة إلى أقلاق هذه النتفات والسبب انتشار الأمراض الوبائية وأبرزها يمكن الجميع سمع فيه مرض في الونزة الطيور الذي انتشار وأصاب تقرير معظم دول العالم وكان يسبب خسائر اقتصادية كبيرة جدا في صناعة الدواجن وكذلك أيضا سبب العليج من وفيات في البشر هذا السبب هو الذي دفع المملكة هنا نحن نتخذ إجراء في المملكة نحن نوقف الذبح في النتفات لأنه نحد من انتشار المرض ووصوله للمستهلكة أو البشر وهل لأن واحد طيوره مختلفة ثانية زي السمان مثلا والحمام واليوم في انتشار كبير جدا صحيح الحمام أصبح نشوفه كوجبة غذائية صحيح فعلا اليوم عند كثير من الناس هل تخضع نفس الاشتراطات التي يخضعها الدجاج؟ كل هذه نصنفها أنها من ضمن فئة الدواج وبالتالي تطبق عليها نفس المعايير والاشتراطات ومستطلبات كلها تطبق عليها نفس المعايير كلها يمنع ذبحها في النتفات كلها لابد أنها تكون داخل مسالخ متخصصة خاضعة تحت الرغابة البيطرية والإشراف الوزارة عليها أبس ألك يمكن وهذا صراحة سؤال يمكن يتبادل لذهن الكثيرين كثير من الكاراتين الدجاج المجمد تجد مكتوب عليها دبح على الطريقة الإسلامية وبعضها تكون كاراتين لمصانع محلية وأستقرب ليش تكتب لي على الطريقة الإسلامية وأنت بايع بلد إسلامي وأنت مصنع المفترض أنك تتبع الطريقة الإسلامية وش الهدف منها؟ أعتقد أنه الهدف اللي يتأخذ الكثير من المستثمرين في هذا الاتجاه أنه عساس أنه يأكد المقارنة ما بينه وما بينه المستورد لأنه هذا من ضمن المخاوف أنه الناس تستهلك المستورد أنه هل يذبح المستورد وفق الشريعة الإسلامية أم لا فهذا من ضمن المخاوف لدى المستهلكين وبالتالي المستثمرين المحليين يحاولوا يؤكدوا هذا الأمر أننا قد نتميز وإلا هو نفس الطريقة يذبح الأثنين يذبحون بنفس الطريقة وفق الشريعة الإسلامية ولكن المستثمرين المحليين يحاولوا يؤكد الموضوع هذا وفعلا ما يتم داخل مسالة خدواجن في المملكة يتم وفق الشريعة الإسلامية ربما هناك بعض الأمور الدقيقة جدا في النقاط هذه خاصة استخدام الصعق الكهربائي هذا من الأمور التي يواجه كثير أنا كنت أسألك هل يستخدم الصعق الكهربائي اليوم للتجاج؟ نعم الصعق الكهربائي خلينا أوضح بس نقطة هنا معينة الصعق الكهربائي يستخدم في مسالة خدواجن بهدف تهدئة الطيور قبل عملية الدبح وبالتالي الحصول على جودة في المنتج وليس لعملية الدبح قبل؟ قبل الدبح ليش؟ تهدئة الطيور وتخديرها قبل الدبح يعني الصعق لا يؤدي للوفاة نعم هو يستهدف هذا الهدف ولكن الحاصل أنه فعلا وجد أنه طبعا الصعق يستهدف ما بين 12 إلى 40 فولتج وجدوا أنه هناك نسبة مثلا الطيور الضعيفة المريضة ممكن أن تنفق في استخدام الصعق وبالتالي تم تحريم استخدام الصعق والمواصفة القياسية الخليجية السعودية تمنع استخدام الصعق الكهربائي فيه أطلاقا في مسالة خدواجنة أجوه شو تتم عملية الدبح؟ تتم عملية الإسلامية جميل جداً شوف كل العمليات التي تتم داخل المسلح تتم بشكل آلي باستثناء منطقة وحدة داخل المسلح اللي هي منطقة الذبح منطقة الذبح هذه يكون فيها ثلاثة دباحيين على خط السير يمر الطير الطيور كلها تمر على خط السير والثلاثة دباحين أو الجزارين واقفين على خط السير تتم عملية ذبح كل طائر لوحده بطريقة يدوية وبالتالي تمشي الطيور في العملية الأوتوماتيكية داخل المسلح هذا داخلياً؟ داخلياً داخل المملكة؟ خارج المملكة؟ خارج المملكة فيه طبعا بعض الدول تستخدم الصعق الكهربائي وبعضها يستخدم ثاني أكسيد الكربون لعملية تختير الطيور لكن أكد لك أن هذا الموضوع لا يتم في المملكة مطلقاً طبعاً مثل ما قلت لك أنه بس أحب أن أكد لك هذه النقطة أن الشركات التي تصدر المملكة تخضى على جهات حكمية وتأكد من هذه النقطتين لا تستخدم في المسالخ لتتم تصدير منتجات الدواجن منها إلى المملكة لو اكتشفتوا لا يتم توقيفنا بكل طبعاً ترحون زيارات لهذه المسالة الدكتور؟ نعم تطلع زيارات نحن نطلع زيارة المزارع وهناك جهات الرغبية الأخرى تطلع لزيارة المسالة هل عندنا دجاج أو دواجن عضوية في المملكة؟ جميل جداً هو في الواقع أنه لوحط في الفترة الأخيرة اهتمام كبير من المستهلكين بالمنتجات العضوية وعلى أضوء ذلك الوزارة حرصت على هذا الموضوع وشجعت لي اليوم نشوفه عندنا تقريباً أكثر من مستثمر بدأ ينتج بيض عضوية داخل المملكة الوزارة أيضاً بدأت في إنشاء وحدة لإجراء بعض الأبحاث والاختبارات على إنتاج سلالات محلية لإنتاج الدواجن العضوية داخل المملكة كذلك بدأت الوزارة في تقديم التسهيلات لكل المستثمرين الراقبين في الدخول في هذا المجال في مجال إنتاج الدواجن العضوية داخل المملكة كمستهلك وش أفضل ليستخدم؟ مبرد ولا مجمد؟ طبعاً هي راجعة لذوق المستهلك ولكن يمكن حنا نفضل دائماً المجمد أفضل لماذا؟ الفترة الصلاحية أول شيء فترة طويلة لأن فترة الصلاحية الطازج هي فترة قليلة ما بين أربعة إلى سبعة أيام سبعة أيام صحيح سبعة أيام ولكن المجمد يبقى تقريباً إلى تسعة شوار أو سنة كاملة إذا تم تجمينه بالطريقة الصحية فينشج دائماً أنه بالعكس يكون الاستخدام المجمد أفضل من الطازج أيضاً جانب آخر الجودة المنتج كلما تعرض الدجاج إلى بروده عالية نسميه عندنا التيبس الرمي هذا يعطي كستر الأنزيمات تجميده عالي كستر الأنزيمات وبالتالي يعطي نكهة وجودة للمنتج يمكن لو جربت أكلت الدجاج أو لحم طازج ومقابل لحم مذبوح مذبوح ولحم مجمد راح تشعر بالفرق اللي هو الأنزيمات؟ أي تحس الطراوة دائماً في اللحم المجمد أي طراء من اللحم الطازج بسبب تكسير المجمد أنا أحس العكس؟ لا وهذا المفهوم الخاطئ هذا المفهوم الخاطئ لأنه أنت مطلع من فريزر دائماً التبرير والتجميل يقدر تكسير الأنزيمات وبالتالي يعطي نوع من الطراوة وأنكهة المنتج تهدفون إلى وصول 80% كاكتفاذاتي من الدواجن في العام 2025 بإذن الله لكن ما هي نسبة استخدام السعوديين اليوم للدواجن على موائدهم؟ يعني كم تبلغ النسبة؟ نحن شعب لاحم بالدرجة الأولى كم النسبة تقريباً على موائدنا؟ هو شوف في بعض الحصايات تشير أن نسبة استهلاك الفرد داخل مملكة سنوياً منتجات الدواجن تقريباً 50 أو 50 كيلو من الدجاج النسبة السنوية فهذه النسبة تقريباً نراها هنا في زيادة في تقدم في تقدم كم للفرد الواحد؟ تقريباً ما بين 50 أو 52 كيلو اللحم الدواجن السنوية الفرد السعودي الواحد؟ نعم إن شاء الله رقم كبير طبعاً تقريباً نسبة عالية عالية نعم مقارنة بدول العالم كم نسبة الفرد تحديداً من الدواجن؟ لا في بعض الدول أقل وفي بعضها طبعاً زيادة لكن دول بعض الدول العربية مثل السودان مثلاً نسبة استهلاك اللحوم الدواجن أقل من عندنا استهلاك اللحوم الحمراء أكثر من اللحوم البيضاء عندهم الأمريكا لا استهلاك اللحوم الدواجن أعلى من استهلاك اللحوم نعم ففي تفاوت الحقيقة في الدول بس ألك دكتور علي لأنه اليوم في كثير من المفاهيم حول كيفية التعامل مع الدواجن تحديداً قبل الطهي في مفاهيم كثير عنه أنه هذا الجزء ما يصلح هذا الجزء يسبب لك مشاكل هذا الجزء أصلاً هو جل كالله وجل السامعين هم المخلفات يفترض أنه يحمل مخلفات الدجاجة المفروض أنك ترمي وش مدى صحة هالكلام الأجزاء اللي تصنينا اليوم كاملة داخل الدجاجة كأحشاء هي آمنة تعتبر أو لا من ضمن المفاهيم الخاطئة للأسف الشائع على أدى العامة أنه تقذى الدواجن على مخلفات المجازر أو المخلفات الأحشاء أو الريش أو العظام أبأكد أيضاً من هذه الناحية أنه اللي يتم عندنا في المملكة أنه كل مخلفات الدواجن تذهب في المسالخ إلى معامل داخل هذه المسالخ يتم التعامل معها بشكل دقيق جداً في اتجاهات عديدة حقيقة وكثيرة إنما لا يتم استخدام هذه المخلفات في تقدير الدواجن نهائياً داخل منك إطلاقاً داخل منك وهذا أيضاً من الشائعات الحمد لله هنا المنتج ويمكن تلاحظ على كثير من العبوات الدواجن أو أكياس الدواجن مكتب عليها نباتي أو 100% نباتي هذه إشارة إلى أن هذه المنتجات أو هذه الدواجن تقدى على أما الدراء أو فول الصوية كمصدر البروتين الحيواني لها فلا تقدى على أي مصدر نباء أو حيواني آخر سواء كان مخلفات أو قيرها نقالق الدجاج نفس الطريقة ترى فيه مفهوم كبير جداً أنه ترى هذه أجماعة مخلفات الدجاج شاء الله قير صحيح هذا من فهم الخاطئ قير صحيح كل المنتجات الدواجن تنتج محلياً كلها جاية من مصادر مقذة تقدية نباتية مصدرها أما الدراء أو فول الصوية لا يتم تقدية على أي مصدر بروتين حيواني نهائياً دكتور اليوم لابدترح للسوق وتشوف الدجاج المبرد وغير المبرد في بعض المصانع تعطي نفسها خمس نجوم علامة تحط علامات الخمس نجوم منها هي التوب الأفضل دجاج موجود بالسوق حتى تسويقياً يعني أنا ذكرتني هذه العبارات التسويقية يمكن بالسباق اللي كان بين موبايلي وستيسيم في زمن من الأزم أنه إحنا الأفضل إحنا الأجود إحنا وش الأجود وش الدجاج الأجود هل في تصنيف عندكم أنتم في زارة الزراعة أنه هذا ينتج دجاج عالي الفخامة معرفة كيف تصنفونا؟ لا لحنا لا نصنف هذه المنشآت كل المنشآت عندنا خاضي على الرقابة والإجراءات بنفس المستوى نأكد أنها تكون كلها مطابقة للمعايير والمواصفات الخليجية والعالمية نأكد على هذا أنها تكون كلها أيضا مطابقة للمعايير سعودي قابس إنما قد تكون بعض الشركات تحاول تتنافس في موضوع الجود شوية قد تتخذ بعض الإجراءات والمعارسات التي تكون أفضل من الأخرى بس ليش؟ كثير من الأمور مثلا في عملة التطهير والتنظيف مثلا عملة التنظيف والتطهير مهم جدا أنها تكون تتم بشكل دقيق داخل المسالة فهذه من الأمور التي تعملونها عملة التقليف والجود اليوم تشوف التقليف في شيء بكيس الشيء لا يظهر كيس شفاف يظهر الحبة كاملة فهذه النوع من التنافسية في عملة التقليف يقلف بشكل جودة بشكل حديث يعطيها فترة صلاحية أطول هذه من الأمور التي يتم التنافس الحقيقة فيها في بعض المعايير بعض الدجاج بعد طبخة تحديدا وليس كلا وهذه النسبة قليلة جدا وهذا مهم تداول لأنه تحول لون العظام إلى ما يقارب اللون البنية واللون الأسود هل هذا شيء طبيعي؟ هذا مثل ما تكلمنا في البداية أنه هذا يعتبر من الغريد بي وهذا الحد الأسباب لتدفع كثير من المستثمرين لاتجاه استخدام الساق الكارب الدرجة بي الدرجة بي نعم ليش؟ لأنه الحركة الطبيعية للطيور بعد الدبح هي حركة طبيعية حركة الأجنحة ورفرفة الأجنحة وحركة السيقان ردة فعل طبيعية بعد عملية الدبح هذه الحركة تؤدي لعملية تمزق في الأوعية الدموية سواء في منطقة الأجنحة أو منطقة السيقان لدى هذه الطيور وبالتالي يصير تمزق للأوعية الدموية تبقى بقعة دموية في هذه المناطق وبعد الطبق تأخذ اللون الأسود أو اللون البني اللي فعلا يؤدي أن نفهم أن هذه مؤشرة لأنها سوء للجودة هذه من الأسباب الرئيسية التي تؤدي لها ولذلك يحرص كثير من المستثمرين يحرص كثير من المستثمرين أن تكون هناك مرسات جيدة قبل عملية الدبح لتهديئة الطيور لتقليل هذه الأمور أو هذه الناتج التي يحدث في هذه الطيور رسالتك لخينا دكتور علي الحقيقة نحن نبوجه رسالة إلى كل ربة منزل بعد الحرص على أنها تقتني منتجات الدواجن من مصادر موثوقة وشركات معروفة مصادر موثوقة داخل المنزل تحرص على عدم تقطيع دبائع داخل المنزل حتى لا تتسبب هذا الأمر في انتشار لا قدر الله ما أمراض تسبب لها مشاكل صحية داخل المنزل ولأفراد أسرته تعامل الدواجن في مسالق الدواجن بمهنية عالية من عملات التنظيف والتطهير والقسيل لذلك تحرص مفترض كل ربة منزل على أنه الدجاجة من الكيس إلى إناء الطبخ بشكل مباشر مباشر ما تتعرض للهواء أشكرك جزيلا شكرا شكرا لكل هذه المعلومات القيمة دكتور علي الجاسم المشرف على الرقابة على مشاريع الدواجن في هزارة البيئة والمياه والزراعة بعد الفاصل